موسيقى لا تخف هل أحسست بقوة هذه العبارة؟ حديثنا في هذه الحلقة لا تخف آمن فقط واحدة من أجمل الآيات اللي ممكن أي شخص يسمعها تبعث السرور والطمأنينة والسلام والهدوء في القلب وفي الضمير أيضا احنا عايشين في مجتمع يسود الخوف الخوف من المستقبل الخوف من المجهول الخوف من الموت الخوف من الاضطهاد الخوف الاقتصادي الخوف الاجتماعي على أولادنا ماذا سيحدث لأولادنا في المستقبل ومخاوف كثيرة من مر فيها في حياتنا ماذا يقول الكتاب المقدس عن الخوف وماذا نستفيد من موضوع لا تخف أعزائي المشاهدين أنا أدعوك لمشاهدة هذه الحلقة وصلاة أنه راح تكون أو تكون في حياتك بلسم وشفاء وهدوء وسلام في حياتك اليوم أن أعزم هدوء وطمأنينة هو اختبار المسيح في الكيان والحياة عندما تقبله مخلصا شخصيا لحياتك وتتوجه ربا وملكا وسيدا على حياتك فتتبدد المخاوف فيعطيك القوة الروحية لأنه كل الأمور بتسير بتناغم وكلمة الرب لابد أن تتم والكلمة الأخيرة للرب فكل ما يحدث أحبائي الرب شايف الرب عارف وإحنا عاوزين من خلال هذه الحلقة نشجعك اليوم أنك تتحرر من الخوف ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان أنت تشاهد برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وموضوع حلقتنا اليوم بعنوان لا تخف آمن فقط وإحنا طبعا مصرورين جدا 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 أن الرب بعتلنا هدية وبعتلنا خادم للرب خادم الإنجيل رجل الله دكتور فايز فؤاد هو كان معنا في حلقات سابقة فبصلي أن الرب يتلامس مع قلبك الأخ فايز هو مش غريب عن الفضائيات وله مؤلفات عديدة وهو يخدم الرب في مصر وفي أماكن عديدة في العالم إحنا فرحانين جدا أخفايز أنك تكون معنا مرة أخرى في موضوع مهم جدا لا تخف شكرا أنا أحسب نفسي سعيدا أني مرة تانية معكم ومع المشاهدين شرف كبير لإلنا شرف كبير لإلنا لا تخف آمن فقط هذا الموضوع كان على قلبك والرب شغلك في هذا الموضوع ما هو السبب؟ السبب لأن الخوف هو أول نتيجة من نتائج دخول للخطية أول ما دخلت الخطية جي الرب يدور على آدم آدم أين أنت؟ قال له سمعت صوتك لأني خفت لأني خشيت فاختبقت والخوف بقى يعني زي ما حالك قلت في المقدمة الناس كلها خايفة وعلى العالم كرب أمم بحيرة في الأيام الأخيرة دي مشاكل غير قابلة للحل والناس يخش عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكون الأمراض والاقتصاد والحروب والإرهاب والفساد الأدبي والأوباء اللي جاي فالناس مرعوبة لكن الرب لما يقول يجي في المخاوف ويطمنه ويقول وليه سلطان يقول ما تخافش يبقى ما خافش وديه من حق المؤمن أنه ما يخافش لاحظت في الكتاب المقدس أنه عدة مرات يذكر الرب أو حتى مسجز يعني رسائل ممكن تكون من ملاك الرب لا تخاف وعلى طول في سبب وراه ليه لا تخاف إذا ممكن توضح لنا المقدمة يعني في البداية موضوع لا تخاف مذكورة عدة مرات في الكتاب تشاركنا في هذا الموضوع يعني كلمة لا تخاف بالمترضفات بتاعتها يعني لا تخاف لا تخاف لا تخافاه للمسنة لا تخافي للأنثة لا تخافوا للجمع كلهم على بعضهم مذكورين بحص اللفظ حوالي 180 مرة بس مش كل 180 مرة أقولهم الراب يعني ناس قالت لناس ما تخافوش ملقاش لازم القابلة قالت لرحيل ما تخفيش ده أنت حتى تولدي ولد طب ما هي ماتت والقابلة قالت لامرأة في النحاس ما تخفيش ده أنت حتى لدينا ابن ما هي ماتت شاور الملك الخايف قال للعرفة ما تخفيش طب ما أنت خايف وهي خايفة ما لهمش لازم إنما لما الرب يقول أو يبعث ملاكه يقول أو النبي اللي بتكلم باللسان الرب يقول فكلمته الأميرة ونهية سلطان ليها سلطان أسرتي حيث كلمة الملك هناك سلطان أمال لما حيث كلمة الله فلما يقول لواحد ما تخافش يلاقي نفسه مش خايف حتى نفسه ما بقاش عارف أنا مش خايف ليه بس أنا مش خايف لأن الرب قال لي ما تخافش لكن كمان الرب عشان يشجعني وهو عارف ضعفي تملي يدي حيثية فيقول لا تخف لأنه ويدي الحيثية اللي تطمني يعني مثل ما ذكرت أنه نتيجة الخطي خوف يعني سمعت صوتك فخشيت لكن إذا ممكن يعني إمتى أو أول مرة ذكرت كلمة لا تخاف أول مرة في الكتاب اتقالت لابراهيم أبو المؤمنين في تكوين 15 لما كان راجع من كسرة الملوك والشيطان جالوا في الليلة بالليل والليل الشيطان يحب يتنطط ينجز التعبير فالجيه كأنه بيقوله أنت هم حيرجعوا لك مرة تانية أنت فاكر أنك هزمتهم هو حيجيه لك تانية وبعد أنت مخدتش ليط الغنيمة من ملك سادون ما أنت من حقك تاخدها كانوا ينفعوك في الغلاء ده ولا يعني بلغة الأيام دي كنت أخدت الغنيمة فهبتدي حيندم ويخاف لحقوا الرب قبل ما يروح للرب الرب لحقوا فجيه قاله لا تخاف يا إبرام إن كنت خايف منهم أنا حماية أنا ترسل لك وإن كنت ندمان على إنك مخدتش الغنيمة أنا أجركها الكثير جدا فدي أول مرة تدي انطباع للكلمة في الكتاب تدي انطباع إن الرب بيقول لي أنا مكافأة وأنا حماية عايز إيه تاني يعني الرب عم بيقول له لا تخاف تشجيع لأبرام قبل ما يسمى إبراهيم طبعا وبنفس الوقت مع التشجيع في وعد الله بيعطيه وعد إنه أنا حمايتك أنا الترس بتاعك لأن تعطر الكيان عندي حيسي دوكيومنت أنا ليه ما خافش لأن الرب قال لي وهو أدي كلامه الرب والسندي أنا ترسل لك أنا الحماية وأنا المكافأة فأنت هتخف من إيه طبعا في كل صفحات الكتاب المقدس يمكن مسكور أكتر شيء لا تخف في العهد القديم ويبزات في سفر إشعياء بس برضو منشوف لا تخف برضو في الصفحات العهد الجديد حتى آخر سفر في الكتاب المقدس اللي هو سفر الرؤية نعم مسكورة مرتين في سفر الرؤية مرة قالها اليوحنى لما شاف في جزيدة بطمس وشاف الرب يسوع المسيح في منظره القضائي المخيف المرعب يوحنى اللي كان بيتكف على صدر المسيح خاف من منظر المسيح القضائي فصار كمية عند الجريل فالرب مد يده ليومنا على يوحنى قاله لا تخف ليه ما يخافش قاله ما تخافش لأن أنا الأول والآخر وأنا الحي وكنت ميتا وأنا حي لأبد لأبدين ما تخافش أنا المهي من المسيط لأ المضحك قالها مرة تاني لملاك كنيسة سامرنة في رؤية ثلاثة الكنيسة المتألمة قاله مش لما تخافش قاله لا تخف البتة تخافش أبدا طب متألمين قاله ما تخافش لأن يعني بحب أقول مش هيبقوا تسعة لا ما هيبقواش تسعة حداشر لا هم عشر لأنه حسبها بالإتقان شغله هيكمل في عشر تيام تسعة شغله مش هيكون كامل حداشر نجزي التعبير زي ما بنقول في مصد طبخة تتحرق فهو هم عشر تيام فما تخافش طبعا في الكتاب المقدس يعني العبارة مذكورة عدة مرات يعني مثل ما ذكرت فيه بالجمع فيه بالمؤنث فيه بالمذكر فيه بالمثنة نعم كل هذه التعبيرات هي لا تخاف لأنه عفوا فيه وراها وعد وفيها بركة كمان الله بيتكلم فيها لأي شخص بيذكر كلمة لا تخاف نعم طبعا أكيد يعني رح تخذنا في جولة اللي يعني نتعرف على كلمة لا تخاف لا تخاف من إيه وهذا أكيد رح يكون مشجع لنا ومشجع كمان للمشاهدين يعني لو حبينا نتطبع الكلمة دي طبعا ممكن نعمل لها يعني نحطها في بقاط فمثلا الكلمة في إنجيل مات ثمان مرات جاء ثمان مرات مثلا للنساء لا تخافي جاية أربعة عشر مرات مثلا بس ألفة نظر أول مرة اللي هاجر لما قال لها لا تخافي يا هاجر ليه ما تخافش هاجر ابنها حيموت قال لها لا تخافي يا هاجر لأن الرب سمع لصوت الغلام حيث هو إلهك بيسمع صوت عيل صغير بيبكي إيه ده الجمال ده الرب طيب وإحناين كده بيشفق على إسماعيل وهو بيعيط آخر مرة قالت للنساء قال لها لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الرب في النص مثلا اتقال لأرمالة سدفة صيدة لا تخافي ليه ما تخافش ده هي حتموت هي وبنها قال لها عم بيستعمليلي كعكة صغيرة أنا أولا وما تخافيش ليه لأن أنا إن خد الرب خد نصيبه كوار الدقيق وكوز الزيت مش هيخلصه تقليل غاية من رب يبعث مطر على وجه الأرض فده بالنسبة للنساء 14 مرة بالنسبة مثلا في إنجيل خلينا أقول في كتابات لؤة يعني إيه كتابات لؤة يعني إنجيل لؤة وسفر الأعمال مذكورة لتخاف بالمفرد سبع مرات خمسة في الإنجيل مرتين في السفر الأعمال بالجمع لتخافوا ثلاث مرات في الإنجيل وكل مرة منهم من العشر مرات دولة الرب بيقول لا تخاف وبعدين يدي الحيثية الكلام ده طبعا مش لللي تقلت لهم الكلمة في الإنجيل ده الكلام ده الوعد ليه نحن فكأن الرب بيوجه لنا ميسج في الأيام اللي إحنا كلنا خايفين فيها يقول لا ما تخافش ما تخافش أنا صبعا الأجواء تخوف وما فيش مشكلة إن الإنسان يلاقي نفسه خايف مش مشكلة ولا حاجة بس الخوف اللي يرميني على ربنا الوبار طائفة ضعيفة لكنه يجري لما يلاقي الأسد جاي يجري يستخب ده خوف صحي أنا خايف لأن أنا غلبان وضعيف وتعبان وما قدرش أواجه مشاكل أوكي طب فيه واحد كبير وعظيم يعني يعني يرغب أن يسمعني وقادر أن يخلصني طب أروح له فالخوف اللي يدفعني على ربنا حل وخاصة لكل مرة روح له وأنا خايف يقول لي ما تخافش لأن ويدي الوعات يهو شفاة خاف خاف طبعا وبوليس خاف وبطرس خاف والأطقياء وإبراهيم كان خايف لكن مش مشكلة الخوف الوحش اللي خليني محبط ويأسان وفشلان ومعنديش رجاء وعنديش أمل لا إحنا لنا إله عظيم موجود وعنده كلمته أميرة ليه سلطان وبيدي حيسيات وليه ما روح له يبقى أنا الغلط لحظت في بلاد الرب يسوع المسيح رسائل الملائكة كانت تبتدي لا تخاف لا تخاف يا مريم لا تخاف ليوسف لا تخاف للرعاة وهكذا كان بيبتدي بكلمة لا تخاف وبعدين بيكمل الوعد اللي بيتكلم فيه أول مرة في إنجيل لؤة أو في كتابات في كتابات لؤة اللي هو إنجيل لؤة اتقلت لزكريا لا تخاف يا زكريا نعم لأنطل بطاق تسمع كان الزكريا وقالي سبات كان كلا هما برين أمام الله سلكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلالهم ناس أفاضل محترمين في أيام هيرودس ومحترمين وأطقيها عندهم مشكلة ما عندهمش ابن مع أن لو عطوهم لو الرب عطاهم ابن ده أفضل وحدة ربي ابن قال لي سبات نعم ويطلع كاهن ويروح زي ما حنى ويعطت ابنها بيت الله يزبط الأمور بدل حفن وفنحاس والعك اللي بيعقوه ده يروح يحنى المحمدان الهيكل ويزبط اللي بيعملوها حنان وخياف فاديها دي يا رب ادي دولة دولة أولى ناس ما عطاهمش حكمته بقى أكيد وتوقيتاته لأن حيديها مش حيدي أي واحد حيدي يحنى المحمدان أعظم الموضوع من السياة والتوقيت قبل ست شهور من مجيء الرب ليه عشان يبقى السفير ويجدير بالذكر أنه اتنين كانوا شيخان يعني عوجيز يعني خلاص انتهى الأمر ولكن الغير مستطاع عند الله مستطاع طبعا المستطاع عند الناس مستطاع عند الله أعتقد أن يمكن كانوا تأكدها من مماتية مستوضاع هما ويمكن الإصابات انقطع أن يكون لها عادة كالنساء ما بقاش تنفع في الوقت ده جه الرب وكان زكريا بيكهن في الهيكة وكل كهن يدخل الهيكة اللي يبقى خايف نعم قصة أبيه وأبي نداب لما قدمه نارا غريبة وماتوا في الوقت يتخوي أي كهن مرعوب فزاد الرعب لما شاف ملك خاف قال له ما تخاف لا تخاف ما خافش ازاي قال له الحيسية لعدم الخوف قال له لا تخاف لأن طلبتك قد سمعت أخيرا أنا نسيت أنت نسيت بس رب أنا ما نسيش نعم أنت ما كنتش كفء للطلبة أنت بتطلب أنت شكلك ما كنتش واثق في إلهك بس إلهك كان كفء لإستجابة الطلبة وإنت أنا يستجيب تزنبر طوليت على الرب أكيد فيبقى إحنا المسج اللي لينا وبنقدمها للأفاضل اللي بيسمعه ما تخافوش لأن إلهنا بيستجيب للطلبات بس المهم إحنا بنصلي ولا ما بنصليش المهم نصلي وتوقيت الرب مهم كمان وانتظر الرب أكيد بس يعني برضو يعني مش معناها إن إحنا بنصلي ويبقى ربنا لازم كل اللي عايزين ويستجيبهن وكأن ربنا ده مكنت زي حط الكمبيوتر يحطي يطلع لي لا مش كده ربنا عنده حكمة وعنده توقيتاته وكمان وانا بصلي أكون في حالة أدبية صحيحة وكمان الرعايته إسما في قلبي لا يستجيب لي الرب وكمان لو أنا بطلب تلبع عشان أمجد نفسي مش هيستجيب الرب لكن كنت بطلب تلبع عشان أمجد الرب هيستجيب وبعدين يجب أنتظر توقيتات الرب والمرة التانية لما ظهر لمريم قال لا تخاف لأنك قل وجدت نعمة نعمة عند الله برضو المطوبة مريم ما تخافش لي شابة صغيرة طبعا بحبها قوي لأن أنا بسميها الامرأة أو الفتاة التي حسب قلب الله يعني يعني بحب أقول التعبير ده وبيعجبني أصطفاها الله على جميع إساء العالمين لكي يأتي منها المسيح ابن الله حاجة روعة وهي مميزة جدا بس فتاة صغيرة في ريفية مخطوبة لنجار في النصرة وبتصلي وأعتقد أن كانت ذهنها مشغول بفكرة الهيكل زي حنة كده وبتصلي يمكن ابعت لنا الابن أنت وعد أنك تبعت لنا الابن لأن نعطى ابنا ففين الابن اللي جاي امتى وجالها الملاك وهي بتصلي بتخيلها وهي بتصلي فخافت البنت الشابة الصغيرة دي خافت من منظر الملاك فالملاك طمنها قال لها ما تخافيش ما تخافش ليه قال لها ما تخافيش لأنك موضوع للنعمة النعمة هتتفضل جدا أنت النعمة هتخليك أم المخلص أنت الأم الرب لما يأتي حسب الجسد إيه الجامل ده هي موضوع للنعمة أيوة وبالطبع كمان ظهر ليوسف وظهر للرعاة ونفس في إنجيل ماتا قال لي يوسف ما تخافش يا يوسف مرتين ظهر له وقال له ما تخافش أنك تأخذ لأن الذي حبل بها هو بالروح القدس ما تخافش وبعدين قال له ما تخافش أنك ترجع تاني لليهودية لكن في إنجيل لوقت قالت بس لمريم ما تخافيش لأن النعمة بتتعامل معك طيب إحنا رح نخط فاصل قصير وبعد هذا الفاصل نفوت في الكلمات أو الموضيع لا تخاف ووراها الموعيد فأنا بصلي اليوم أن هذه الحلقة تكون سبب بركة لحياتك نلقي الدوق على هذا الموضوع أنا متأكد أنه رح تكون سبب بركة ويمكن تحرير للشخص اللي عايش في الخوف ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبانا مشاهدينا لا تخف مذكوري مرات أعديدة في صفحات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وفي كل مرة الله بيتكلم لا تخف مثل ما اسمعنا في وراها بركة أو وعد أو شيء الله عاوز يكلم الشخص من خلال وعد معين شفنا مع الأخ فايز أنه لا تخف لزكريا اللي كان في الهيكل لأن طلبتك قد سمعت يعني الله استجاب الصلاة بعد فترة زمنية يعني كان شيخ وزوجته عاقر يعني أصعب والموضوع حتى الملاك قال للمطوبة مريم لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله فالله هو متخصص في أمور المستحيلة والشيء الثاني شفنا أنه لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة نعمة متفاضلة الله اختار مريم شابة من قرية متواضعة قرية الناصرة ظهر لها الملاك وأول تشجيع لها كان لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وكانت زكية سألت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فإحنا شفنا أول نقطتين أنه لا تخاف الله بيسمع وبيستجيب الصلوات وإحنا عاوزين نشجع الناس أنه فعلا الرب استجيب والشيء الثاني أنه لا تخاف لأنه في نعمة عند الرب منسوب نعمة أقوى حتى من ظروفنا اللي إحنا منمر فيها أي تعليق قبل منفوض النعمة النعمة مقدمة لكل واحد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس النعمة تقدر تخلص أي حد وتعلمنا أننا نعيش وتفاضلت فليه ما تجوش للمسيح المملوء نعمة يعني الخاطئ يجي المسيح يخلص المؤمن اللي تعبان يجي للمسيح يتعلم كيف يعيش بالتعقل والبر والتقوى وكيف ينتظر رجاء المبارك النعمة مقدمة للجميع أخ فايز طبعا يعني إحنا في تفسير بموضوع كلمة النعمة يعني إحنا مفهوم النعمة بحسب كلمة الله في الكتاب المقدس يمكن تختلف عن المفهوم الشرقي عندنا في الشرق الأوسط لما نقول نعمة الله إيه المقصود بالنعمة يعني أنا بحب أقول الرحمة والنعمة تعودنا نقول بالرحمة لا يعطينا الله ما نستحق يعني أنا استحقاقي أنا إن أنا ترمي في جهنم ده استحقائي حتى لو عملت ما أعمل أعمل إيه إيه اللي أعمله عشان يعوض عن إهانة وجهة للذات الإلهية إيه اللي أعمله يعني أعمل إيه أنا الغالبان اللي ما حالكيش أعمل حاجة أنا ترمي في جهنم ده عدلا لكن الرحمة أنقذتني من جهنم كويس أروح فين أروح أروح بيتنا ولا أعود في الشارع لكن النعمة بقى هتواطيني ما لا أستحقه إيه اللي ما استحقوش إن أنا ابني لله إن أنا نبقى مبرر مغفور واروح السماء أنا روح السماء ي每ما يوديني السماء فيا إيه يوديني السماء لا مفج اليه في المسيح في كل حاجة هتو النعمة إن النعمة تديك اللي أنت ما تستحقوش النعمة تديك اللي يستحق المسيح إذاً أبنت بالمسيح هتو النعمة مهما مش النعمة اللقمة مالبس دا أنا أصبت المفهوم يعني مش النعمة يقول لك فلوس كتير هذه نعمة كل ده حلو كلمة لهوتية مهمة جدا في الكتاب لأن هذا يعتمد على موضوع الخلاص لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون ما فيش أمر من عندي كله من عند الرب النعمة هو إحسان يقدم لمن لا يستحق الإحسان أو النعمة هي كل حاجة كل حاجة للي ما يستحقش ولا حاجة متبررين مجانا بالنعمة الذي بالفداء أكيد فخلينا نيجي للنقطة الثالثة أولا استجابة الصلوات نمرة اثنين النعمة المتفاضلة والشئة الثالث اللي عاوز تكلمنا فيه لبطرس في لوقة خمس عدد عشرة بطرس لما الرب استعار منه القارب عشان يستخدمه كمانبر وبطرس كان جاي من رحلة صدفة شلة طول الليل وخلاص بيغسلوا الشباك وما فيش سمكة جي الرب استعار المركب قاله الوعزة الجميلة وبعدين حاب يعني يكافئ بطرس فقال له ادخل لجوه ولقوا شباككم شباككم كلها هم كانوا كذا مركب مع بعض شباككم كلها فبطرس يعني انت انا بتخيله وبيقول له رب احنا صيادين قبا عن جدا ده احنا ملوك الصيد في بحر الطبرية الصيد بالشبكة بيبقى بالليل عشان أشعة الشمس بتخلي السمك يشوف خيوط الشبكة فيجري فالشبكة بالليل والنهار طلع وبعدين الصيد بالشبكة يبقى عشط شوية ما يبقاش في العمق بقالين انت انت اشعرفك بالسمك يعني انجاز التعبير انت نجار في النصرة خليك في شغلك ودي العيش للخبازين بس انت حلو ويتقابلنا قبل كده في يحنى واحد وانت شخص حلو وحبيتك فيا معلم يا معلم خطع ابن الليل كله ولم نأخذ شيء لكن على كلمتك ألقي شبكة أو قالك الشبك ألقي شبكة ألقى شبكة ففوجئ ان كمية السمك اللي أمرت من رب السماء ابن الإنسان المتصلت على سمك البحر السالك في سبل المياه الكثيرة بحسب مزمور تمانية كمية السمك ما لقيتش قدامها إلا شبكة واحدة تزحمة دخل الشبكة اترحت ترشأت الشبكة شدوا السفينة كانت حتوعة وأدرك بطرس انه مش في محضر المعلم في محضر ابن الإنسان رب السماء خاف هي بتحضور الله وهو شخص أدرك انه أنا فين وانت فين فخيف طبعا روحة هي بتحضور الله أخرج من سفينتي مش يا معلم أخرج من سفينتي يا رب جاءت الكلمة الجميلة ما تخافش لأن رجل خاطئ أخرج من سفينتي لأنه أنا خاطئ قال له مانا جاي للقطة وانا بدور على الصلاحين يجبهم منين الصلاحين فين الصلاحين دولا عشان يجبهم رب جاي للقطة يجعلهم صلاحين قال له ما تخافش ما تخافش أنا عندي إمكانية لأن أنا الرب أن أحول الفشل إلى نجاح أحول الشبكة الفضية إلى شبكة مليانة لا أكتر من كده دي الكلمة المهمة أن أنا عندي إمكانية أن أغير الحياة بجملتها أخلي صياد السمك الفاشل بتاع بحر طبرية يبقى بولس الرسول بتاع يوم الخمسين اللي رميت شبكة واحدة جاب 3000 3000 إيه جاملتها دي إمكانيات الرب فما تخافش يعني أخي الفاضل إن كنت فشلين مش ماشي معاك لا بشغلة ولا إن كنت خربت بيتك وضيعت عيالك ومراتك والماضي كله راح وحياتك تعبهنة ما تخافش تعالي للمسيح لأنه عنده إمكانية يغير الحياة بجملتها من أوله جديد هو ده المسيح والجدير بالذكر أنه تركوا السفينتين بالكامل وتبعوا الرب يسوع المسيح لأنه الرب يسوع قال اللي بترس من الآن تصطاد ناس يعني الدعوة تبعته نفس المهنة صياد بس بدل ما تتصيد سمك راح تتصيد الناس ومثل ما شفناه في يوم الخمسين فعلا في كل مرة فيه كتعزية وفيه تشجيع وفيه بركة لإلنا في مواضيع لا تخاف تفضل يعني استمر المرة الرابعة قالها الييروس في اللوقات 8 عدد 5 ييروس خصته عنده بنت واحدة عروصة 12 سنة في مصر نقول ملو الدنيا يعني ملو الحياة بنت واحدة وهو البنت حتموت فهو راح بعت رسل عشان يقوله للرب تعالى وقعدين هو ما انتظرش فجري هو كمان راح للرب قال له ابنتي على آخر ناس فقال له أنا جاي معك هو رايح معاه البيت فجات في السكة الجمع زحم المسيح وجات المرأة نزفة الدم لمسته وتوقف الموكب والرب وقف يقول سؤال غريب بصراح يقول من لمسني التلميذ قالوا له ايه يا رب ده الدنيا كلها زحمة وكل يتدافع وكله وانت تقول من لمسني سؤال غريب شوي قال لا فيه لمسة غير لمسة انا عارف لمسة ايمان استخرجت مني قوة طب انت عارف ايه عارف بس عايزها المرأة نزفة الدم تيجي عشان يروحها وقد برؤت مش جسديا برؤت روحيا ونفسيا وادبيا ويلمع ايمانها ويلمع شهادتها ويدينا درس فجات وقعدت تحكي بقى لها اتناشر سنة مريضة والاخوات يحبوا التفاصيل في السهاري فبتحكي اتناشر سنة الهيستوري المرأة دي وييروس حيموت بنته وجربت كل الاطباء اه فبتحكي بقى لا تزعلش يا اخ فايز لانه الاخ فايز طبيب يعني لا يا ريتها انتفعت شيء دي صارت الى حال انقاردة خده فلوسها ومفيش بايدة ايوان وييروس حيموت طب تعالى الاول شفيلي بنتي وارجعه للستة دي طب خدها معاك تحكي معاك في السكة البيت حتموت وانتظر الرب بحكمة يفعل برضو توقيت الرب توقيت الرب جولوا قالوا له لا تطعب المعلم ابنتك قد خلاص ايتي توليت ماتت خلاص في الحال التفت الرب إليه قال له لا تخف امن فقط فهي تشفى فهي تقوم المرأة قال له لا تشفى ما هي ماتت وتفرق عيانة ولا ولا ماتت ولا مريضة ولا ما تفرقش مع ربنا قال له ما تخافش حتشفى دي ماتت دي ماتت خليها ماتت من أربعة أيام ودخلت القبرو ما فيش مشكلة عند ربنا ما تفرقش معاك مثل العذر مثل العذر فالجميل لا تخف امن فقط الإيمان يتوقع المستحيلات في مقولة انجليزية بتقول الإيمان يتوقع الغير متوقع ويتوقع المستحيلات حدش عنده مشكلة وكل قال ما فيش فايدة الرب عنده فايدة الرب عنده أمل في المسيح فيه رجعه تزنفر توليت على الرب إنه يستجيب واستجاب وأقام الميتة وكانت طبعا مجد للرب وسبب إيمان الكاتيرين عائلة يايروس رئيس المجمع دايما فيه بركة من وراء كلمة تقلات أخف خلينا ناخد نمرة خمسة نمرة خمسة نذكورة في نجي له أصحاح 12 وده أصحاح أنا أتمنى أن كل واحد من المشاهدين يقرأ كلمة كلمة عشان فعلا وأنا بشجع المشاهدين يقرأ هذا الأصحاح أصحاح لأن كل المخاوف اللي احنا فيها دلوقتي الرب بيقدم رشدة علاج لكل اللي احنا بنعاني منه خلينا أقول بس هو ده أصحاح بنحب نسميه أصحاح اللقات السبعة لا سبعة مرات فكلمة لا تخاف مرة لا تخافوا مرتين ثلاث مرات لا تخاف وبعدين لا تهتموا مذكورة مرتين لا تهتموا مرتين وبعدين لا تطلبوا مذكورة مرة ولا تقلقوا مذكورة مرة الرب بيقول ثلاث مرات ما تخافوش ومرة بيقول مرتين بيقول لا تهتموا ومرة بيقول لا تطلبوا ما تطلبه الأمم ومرة بيقول ما تقلقوش حتى القلق يا رب ما تقلقوش هو المرة الخامسة بالمفرد لا تخاف اتقالت فيه عدد تلاتة وتلاتين أو اتنين وتلاتين لا تخاف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد صر أن يعطيكم تخايفين على إيه أيها القطيع الصغير ده قطيع وصغير وقطيع من الحملان والرب أرسلهم وسط الزئاب تخيل حضرتك زئب واحد يدخل وسط قطيع من الحملان يهيج الحملان ويخافه لا لا الرب ما قالش كده قال المؤمن في هذا العالم عامل زي واحد وسط قطيع من الزئاب طب أروح فين مؤمن غلابة حملان وسط زئاب فإيه الرب يطامنه والما تخافوش ما تخافش ليه انتوا خايفين على الأكل والشرب واللبس والكده ما تخافوش أعمل إيه ده المقاصد الله تجاهكم بيتجهز لكم ملك تملكه انتوا أعطين هم الأكل والشرب والحاجة دي زي بالضبط ابني يقول لي أنا قلقان عشان نفسي تجيب لي باسكليت قول لي حبيبي ده أنا بعدت أجيب لك عربية من ألمانيا عربية مرسيدس ولا حاجة يا فاخوة أنا مخي فكري ليك عجلة إيه وباسكليتة إيه قال ربي وأنتوا أعطين هم إيه ده أنا مجهز لكم ملكوت وأنتم موضوع العناية والمستمرة والحماية والحفظ لغاية ما تملكه مع المسيح طب يعالم لا مش يعالم ده أكيد لأن أنتوا من الذين بقوة الله محرسون ممكن أنا أضعف في السك تضعف لو ما تضعفش الرب حيقدر يقويك هو يقدر أن يمكنكم ويسبككم طب والمراس اللي يديع من هنا المراس محفوظ في السماوات الأكلق لا يضمحل ولا فما تخفوش ما تخفوش مقصد الله علي قوي تجاهكم فأنتم موضوع العناية المستمرة والحفظ لغاية ما تملكوا الملك بتاعكم أخفايز لا يخفى عليك الأمر أنه في كتير من المؤمنين بالرب يسوع عم بواجهوا ديقات وعم بواجهوا اضطهادات وكلام المسيح مضبوط عم بشجع بسا حقيقة أو حتمية عم بتسير في هذه الأيام ولربما أكتر في الأيام القادمة عندما قال يسوع المسيح لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل أقول مما تخافوا فإذا في ناس عم تأذي الأجساد وفي ناس يعني كتير من المشاهدين في حالة رعب في حالة خوف إيه هو مصيرنا بسبب إيماننا بيسوع المسيح خلينا أقول للتلات مرات اللي ربنا قال لا تخافوا بالجامعة يجاوبوا على سؤال حضرتك تفضل أول مرة قالت للرعاط في لقى اثنين قال لهم لا تخافوا لأن الملك ظهر والنور عظيم أضاء فخافوا فالملك قال لهم لا تخافوا ليه ما يخافوش الرعاط الغلاب المساكين دولا فقال لهم الحيثية لا تخافوا لأنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرابع ما تخافوش لأنه مخلص جاء أنا لو أكلم مؤمنين يعني مجربين خايفين ظروفهم دايئة هقول لهم إيه هقول لهم لا تخافوا لأنه مش ولد لكم لأنه هناك مخلص يظهر أمام وجه الله لأجلكم واترنموا من قلوبكم بنغمة عالية إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه يبقى بالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته بحياته في المجن من كل مشاكل البراء إيه المشكلة اللي عندنا أي مشكلة يقدر يخلص منه هذا الخلاص الكامل خلاص كامل يعني ماضي حاضر مستقبل خلص ويخلص وحيخلص وليلست أذكره تجربة لم تنتهي الإيمان يقول كده الرب حيخلصنا من مشاكلها من ألمها بيخلصنا بطريقته الحكيمة مش بالطريقة اللي احنا عايزينها مش بالسيناريو اللي انا عايزه بس مهم نكون احنا في مشيئة الله فما تخافوش ما تخافوش ياللي متدايقين ياللي مجربين ما تخافوش فأول مرة بالجمع لتخافوا للرعاة وبعدين قالها زي ما حضرتك قلت هنا مرتين في اللقاء 12 عدد 4 ولقاء 12 عدد 7 لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد يعملوا إيه الإرهابيين اللي بيقطعوا ولا حك يطلقوا الروح والنفس من عقال الجسد هذه أخرهم وبعدين يقدروا يودونا جهنة بعد ما يوضفتونا لا وحتى لو لما ساعة مديجي زي ما شفنا كتير قوي مؤمنين اتقطعت رقابهم شفت السلام والهدوء نعم لأن لو الرب سمح لمؤمن ده شرف عظيم قوي أن المؤمن حيتقتل من أجل المسيح ما تعتلش هام وقته ما تعتلش هام لأن روح الله والمجد يحل عليكم بقوة زي الصفانوس كده زي الشباني اللي تقتلوا في ليبيا والسلام والهدوء اللي كانوا روح الله والمجد حل عليهم فما تخافوا منهم اللي هيتلوا الجسد خافوا من اللي يقدر يقتل الجسد ويرمي في جهنم هو ده الرب اللي يقدر يعمل كده فما تخافوش من الإرهاب وكده وقت الله يعين الله إذا سمح للرب بكده ما تخافوش مساء بيتطلب إيمان قوي جدا وحالة استعداد يعني طبعا يعني أكون بسبب حمود بسبب أمانتي للرب أكيد أمانتي ومحبتي للرب مش بسبب أن أنا عملت حاجة خطأ لأن أي مجد لكم إن كنتم تلطمون ومخطين فتصبرون غلط وحتعقب عشان كده أنت سهل لكن إن كنتم تتألمون عملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله والرب ملزم بقى أنه ساعتها هيكون معاك المرة التالتة بالجامعة في عدد سبعة بيقولهم لا تخافوا لأنكم أفضل من عصفير كثيرة الرب بيقول العصفير ده بيقول الغربان بلاش العصفير الغربان مش هيقول ولده الرب الذي لا يجيع الغربان هيجيع ده شعور رؤوسكم محصاب وأنتم أفضل من عصفين كثيرة فمتخافوش من أجل أمور الزمان هو متكفل بكم ماتخافوش من أجل الكمال الرعاية الإلهية لكل مؤمن الرب رعية فلا يعوز شيء إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي مجدا للرب خلينا نأخذ كمان نقطة قبل الفاصل أخ فايز من فضلك يعني هما دولة احنا تكلمنا عن خمس مرات لا تخف بالمفرد في إنجيل لؤة ثلاث مرات بالجمع برضو في إنجيل لؤة لؤة اتنين للرعاة مرتين في أصحاح اللقات السبعة اللي أرجوكم 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 يعني السبع مرات مذكور لا 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 عشان تطمن تطمن خايف ليه إنما المرتين اللي بالمفرد في سفر الأعمال المرتين يتقالوا للرسول بوليس والمرتين مشجعين جدا جدا وخاصة لربنا مكلفهم بخدمة المرة الأولى في أعمال 18 الرسول بوليس في كرونسوس كرونسوس مدينة شريرة جدا أشار مدينة في أوروبا في الوقت ده لما كانوا يقولوا الواحد أنت شرير قوي قوي كانوا يقولوا أنت كرونسي بإباحية واحدة عايزين ينعتوها بكده يقولها أنت تتكرنسين أنت تشبيهين أهل كرونس وكان في معبد للأليهة أفروديكس وهناك كده مدينة شريرة حتى الخلفية جت المؤمنين جم وجابوا معاهم بعض الخلفيات اللي مش كوي فابتدى بطرس يعاني من اضطهاد اليهود وابتدى يعاني كمان حتى من المؤمنين المسحيين اللي أمنوا بالمسيح ابتدوا يعني يتكلموا عنه بولس أقصد بولس بس فهو فكر يمشي وكمان المعسكر السياسي ابتدوا يضطهدو فهو حيلاقيها منين ولا منين من المؤمنين المسحيين ولا من اليهود ولا من الرومان اللي يضطهدو ففكر يمشي فظهر له الرب في عمال 18 عدد 9 ظهر له الرب برؤية في الليل وقال له لا تخف يا عالجمال للخادم اللي بيخدم الرب والشيطان يجربه بأنه يزعجه فتيجي كلمة لا تخف تعطر تخلي المؤمن الخادم ينام يحط وسادة نعمة وينام تتكلم ولا تسكت ليه ليه ما خفش واتكلم لأني أنا معك عايز إيه تاني لا يقع أحد ليؤذي لحظاتك لو قاله تكلم ولا تسكت لأنه حبعت لك شيء بخمسة مليون دولار ما تنفعش ما تكفيش حبعت لك آلات تصوير وفريق عمل ما تكفيش حبعت لك ناس لحراستك ما تكفيش لأنه تكلم لأني أنا معك يا عاج جمال أنا معك بكل إمكانياتي بكل سلطاني بكل معجزاتي قالها مرة يعقوب رايح عند لبان آه لو تعرف لبان ولا حعمله فيك بس قاله إيه وهأ أنا معك هأ أنا معك فقاله ما تخافش لأن أنا معك ولا يقع بك أحد ولا حد يقدر يجي جنبك زي لبان لما قاله في قدرة يدي قال لي عقوب في قدرة يدي أن أصنع بك شر لولا أن إله أبائك ظهر لي البارحة وقال لي احترز أن تكلم يا عقوب لا بخير ولا بشر خاف الرب مهيب رهيب مخيف فقال له ما حدش حيج جنبك ما تخافش وأنا ليا شعبي كثير طبعا أنت أتجيبهم يا رب لا أنا أجيبهم بس أنت أتجيبهم لي لديش تشجيع للتبشير نعم والكرازة الرب يقدر يجيب من غير حتى مبشرين يجيب بس هو بيحب يشرف رجال الله الأفاضل المقرسين أنه يستخدمهم يجيبوه له النفوس ومكة سن ونص في كورنتوس وأسس كنايس عديدة نعم والمرة الثانية لبولوس قالها في أصح في سفر العمال أصح 28 27 بمناسبة السفينة اللي كان فيها الرسول بولوس رايح لرومة وتكسرت السفينة والمنظر يعني كان مرهب السفينة تكسرت وقارب النجاة رموه وفرقوا الحنطة من السفينة والسفينة عايزين يربطوها اتفسخت ودخلوا في سورتس يعني مياه رمال متحركة وانقطع أي أمل في الرجاء والشمس والأمر والنجوم غامت وهم جاعوا 14 يوم جعانين يعني الصايمين بيصلوا ويصوموا وانقطع أي أمل في النجاة وكانت المفاجأة أن جاءت رسالة الإيمان واليقين والبهجة فوقف بولوس وقال ما تخافوش لأنه لا تكون خسارة نفسه واحدة منكم كل النفوس ستخلص السفينة ستكسر إنما النفوس ستخلص لأنه وقف بيه هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي عبده وقائلا لا تخاف يا بولوس لماذا ما يخافش بولوس لأنه أنت يجب أن تتمم خدمتك يجب أنك توصل روما يجب أنك تشهد في بيت قيصر وتقف قدام نيرون أنا وعدتك أن هذا ليه إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل لسه لغاية دلوقتي أنت ما ظهرتش وراء وشاهدتلي قدام الأمم والملوك هتشهد فأنت لا تخافش لأنك موضوع الحماية والعناية والضمانات الأبدية لغاية ما تتمم خدمتك فمن حق ويتطمم ولما كتب لتيمو ثاوس قال قد جاهد الجهاد الحسن أكملت السعي يعني تمم الإرسالية اللي الله اعتمنوا عليها نعم أمين طيب رح نخد فاصل كمان مرة إخوة وأخواتي إذا عندك أي سؤال أي استفسار يمكنك التواصل معنا أرقام الهواتف على الشاشة وفيك تتواصل معنا عن طريق السوشال ميديا يمكن أنت عم بتمر في حالة خوف بكل سرور إحنا منحب نرد على تساؤلاتك كمان منحب نشجعك ونصلي معك وأكيد الله عنده قوة للشفاء والتحرير أيضا فمحب أسمع منك سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى اشتركوا في القناة أهلاً أحبائنا مشاهدينا موضوعنا في هذه الحلقة مع دكتور فايس فؤاد بعنوان لا تخف آمن فقط طبعاً شفنا موضوع لا تخف عدة مرات في العهد الجديد في الخوف وفي روح الخوف روح الخوف هو روح شرير حقيقة لأن الله لم يعطنا روح الخوف أيضاً للعبودية فإزاي نميز بين الخوف وروح الخوف وعاوزين يعني نطلع من هالموضوع أنه شفاء وحرية من موضوع الخوف يعني الخوف الطبيعي اللي الإنسان بيشعر به نتيجة ضعفه الإنساني الطبيعي لا شيئيته عدم جدواء ضعفه أنه يواجه أي مشاكل ده شيء طبيعي إنما هذا الخوف المفروض يرميني على الرب وأكتر نوع من الخوف مرعب الخوف من الدينونة أيوة الخوف من وضع للناس أن يموتوا مرة وبعد هذا بعد ذلك الدينونة الموت مرعب كتير بقول أنا لأني كنت طبيب وشفت الناس بتموت روح بالموت هلع الموت فزع الموت والخوف من الموت وطعم الموت المر فأنت فأنت مش خايف من الموت أكيد ناس كلها خايفة من الموت طب للموت ده وبعد الدينونة والطرح في بحيرة متقدة بنار وكبريت أكتر نوع من الخوف هو ده الخوف الخوف من عبودية عبودية الموت عبودية الخوف من الموت فده أهم مشكلة لازم الإنسان يشوف لها حل مين يقول لي ما تخافش من الموت ما تخافش من الدينونة إلا الرب يسوع المسيح إلا أنا رأي لنا الحياة والخلوط بواسطة الإنجيل مين ما يقول لي ما تخافش من الموت إلا اللي راح سدد الفطورة اللي حيطلبني بها العدل الإلهي فإذا يجب على كل واحد أنه يتطمن أنه خلصة من الخوف من عبودية الخوف من الموت والدينونة ده أهم حاجة أهم بعد كده الخوف من إيه من الاحتياجات المادية الرب رعاية فلا عوزني شاي هو كوف للرعاية وسادت كل الاحتياجات بس تعال المسيح الله موجود الله موجود عنده الحلول المسيح موجود عنده الحلول المخلص مخلصة ويخلص وسيخلص هتروح فيه هتروح لمين أنا بتذكر في حلقة سابقة أخ فايز أكيد بعدك متذكر بقول الكتاب من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد بعدين في آية 14 مكتوب فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية تفضل أخي عبودية يعني كون الشيطان وفي إيده سلطان توقيع حكم الموت على الخاطي يخلي الخاطي مرعوب من فكرة الموت في ناس ما تقدرش تجيبس يعني فكرة الموت على تهرب من فكرة الموت الخوف مرعب نعم المسيح بيحل المشكلة دي يقول ما تخافش حبيبي الخاطي لما يجي يقول ما تخافش الموت أنا موت بدالك الموت التي كنت ستموتها أنا متها متها تحت دينونة عد الله أنا شربت كاسك أنا دقت من أجل قلم الموت أنا دقت الطعم المر بتاع الموت بتاعك الكاس المر أنا شربته هو المسيح مات ليه الناس فاكرة المسيح مات لأن اليهود مسكواه موته والمسيح رح يموت عشان يسدد الفواتير ما فيش طريقة تانية تنقذ الإنسان من الخوف ده إلا المجيء لشخص المخلص في مشهورة الله المحتومة طبعا أكيد لو حبينا نلخص الموضوع اللي تكلمت فيه اللي إحنا يعني الزبدي خلينا نقول اللي إحنا محتاجين نسمعها في موضوع الخوف أقول كفاية المسيح للرعاية والعناية في كل ظرف وفي كل مكان وكفايته أنه يحل أي مشكلة ويشق طريق وسط أي ظروف المسيح كافي كفء للرعاية والعناية مش ممكن يوجد شخص في ظرف أو في مكان إلا ويكون المسيح كافي لسداد إحتياجاته وسداد مطاليبه في الموقف ده في المكان ده هو واحده بس لو حبيت مثلا أفكر الخلاصة دي أفكر بس بمزمور بسيط أوي زي مزمور 23 مزمور من 6 أيات يتكلم عن كفاية الراعي لسداد كل الإحتياجات عشان ما تخافش الظروف المادية الرب رعاية فلا يعوزني شيء الظروف الروحية في مراعي الخضر يربطني إلى مياه الراحة يريدي في فشلي وتيهاني وزللي يرد نفسي يهديني إلى سبلبر من أجل اسمي في مواجهة الموت أيضا إذا سرت في ودي الزل الموت إيه لا أخافه شرا ليه عشان أنت يعني سوبرمان يعني لا لأنك كنت أنت معي في مواجهة الأعداء ترتب قدامي مائدة جاه مضايقية في الظروف الحياة اليومية المتغيرة أحيانا ببقى عندي صحة وأحيانا المرض معي فلوس معيش فلوس خير ورحمة لو منحة خير ولو منحة رحمة لو وسعت خير لو دائت رحمة وخير ورحمة وفي الأبدية لما أروح عنده حسكن مش في بيت الرب حسكن في بيت الآب مش مدى الأيام إلا أبد الأبدية يعني المسيح الراعي اللي مات على الصليب من أجلك متكفل بحياتك وبموتك وبأبديتك عايزي تاني أنا مش هخاف على حياتي لأنه رعية ومش هخاف على موتي لأنه رعية ومش خاف على أبداليتي لأنه رعية ومخلصة عايزي تاني ما تجيش للمسيح ليه قل لي إيه اللي منعك تيجي للمسيح يعني المسيح عمل العمل كامل غفر خطيانا بررنا صالحنا المسيح أعطانا حياة خلاص كامل أعطانا حياة أبدية أعطانا ضمان الحياة الأبدية وهذا الوعد مش موجود في أي كتاب آخر الرب يسوع أعطانا ضمان الحياة الأبدية وهذا بشجعنا أنه أنا عارف إلى أين أنا ذاهب هذا السؤال اللي حير العلماء والفلاسفة والحكماء إحنا كمسيحين عارفين وين رايحين من بداية الرحلة لنهايتها الله موجود معنا طيب الناس اللي عم بتمر في خوف وأنواع خوف كتيرة طبعا نحن نعرف كلمة الله بتقول لخوف في المحبة محبة الله تطرح تطرد الخوف إلى خارج لأنه من خاف لم يتكمل في المحبة شو بيقصد الكتاب في هذا الموضوع؟ يقصد إن لما شوف محبة المسيح الكاملة المبرهنة مش إنه بيديني عطايا ويديني صحة وفلوس وهي كده محبة المسيح الكاملة المؤكدة بموته على الصليب لأجله مات على الصليب ابن الله أحباني أنا لدرجة إنه مش عطاني عربية أو عطاني شقة أو عطاني بيت أو عطاني بصبور أمريكي ولا كندي أو عطاني زوجة جميلة أو عطاني أولاد أو عطاني صحة ده ابن الله أحباني لدرجة أنه هو مات من أجلي والله أحباني لدرجة أنه لم يشفق على ابنه لما استلزم الأمر إما أنه يشفق علي أو يشفق على ابنه حباني لدرجة أنه معزش ابنه عني وبازلوا على الصليب لأجلي معقولة بيحباني لدرجاتي؟ آه طب لما كان بيحباني لدرجاتي كيف لا يهابنا معه أي شيء؟ يبقى أنا مش هخاف بقى من الغلاء ولا من الإرهاب لأنه هو يقدر الكبير قوي صاحب السلطان قوي بيحباني لهذا الدرج طب أخاف من إيه؟ قلولي أخاف من إيه؟ لما الكبير قوي العظيم قوي حباني لهذا الدرج فالتمتع بلغة يهوزة احفظوا أنفسكم في محبة الله يعني عرض نفسك لشمس محبة الله بيحباني 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 فإيه اللي خوفني بقى؟ قلولي إيه خوفني والله في صفي أكيد وطبعا يعني ما أكثر الآيات اللي بتشجع المؤمنين على موضوع لا تخف لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك يعني الله أعطانا كل الوعود المتكاملة في موضوع الضمان والحياة والأبدية أن نعيش بثقة معتمدين واثقين في الرب يسوع المسيح ولكن روح الخوف كمان هو عمل شيطاني بيخوفنا بيرعبنا بحيث أن نشوف زي الشعب القديم الجواسيس يعني شافوا أنفسهم يعني كنا في أعينهم كالجراد وهكذا كنا في أعيننا منشوف أنفسنا صغار النفس بدل من نشوف إحنا عمالقة في موضوع الرب طبعا في كتير آيات عن موضوع لا تخف لكن بشكرك من كل قلبي يعني أنا بطلع على اللي يعني إحنا حضرنام يعني لا تخف لأنه المخلص موجود لا تخف من أجل ضمان الحياة الأبدية لا تخف من أجل كمال الرعاية الإلهية فعندما تأتي إلى المسيح من البداية حتى السماء هو متكفل في كل أمور حياتك لا تخف آمن فقط أخ فايز يعني مش عارف كيف أشكرك شكرا جزيلا من كل القلب موضوع شيق ورائع ولكن في الختمة أنا عاوز أقول لكل خائفي قولوا لخائفي القلوب تشددوا أنا عاوز أشجعك أنه الرب موجود إلهنا حي ارفع عينيك يعني فقط التفت إلى الرب ارفع عينيك ومش رح تخزى صدقني كل اللي يعني كل اللي بينظر ليسوع فيه هيكم شمس السرور شمس الشفاء شمس البر عارف فيه لمسة إلهية اللي بتبعث الطمأنينة في داخلك ولكن أنت من غير المسيح لابد أن ترتعب يمكن أن تكون شخص قوي جدا مش خايف من الحرب مش خايف من الموت خلص تأقلمت على هذا الموضوع ولكن الموت يعني بدك تخاف من الموت المسيح هزم الموت وبدك تخاف من الدينونة المسيح جاء حتى لا يدين ولكن لازم تخاف من الأبدية أيضا مصيرك إما الحياة الأبدية مع يسوع المسيح أو يعني الأبدية في جهنم النار يعني إلى أبد الأبدين أنا بصلي أنك تختار الحياة تختار يسوع المسيح تختار الحياة الأبدية تختار الخلاص وكل ما عليك يقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ روح الله بيسكن فيك وبيحررك من الخوف الرب يبركك ترجمة نانسي قنقر